أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص تم الإعلان عنها بشكل رسمي أعلن وزير العمل حسن شحاتة اليوم الخميس عن أنه أتبارا من يوم الثلاثة الموافق 9 إبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 إبريل الجاري أجازة رسمية مدفوعة الأجرب ومناسبة عيد الفطر المبارك كل عام وحضراتكم بألف خير وده للعملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن يحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2014 من رصيد الأجازات الرسمية السنوية للعامل في الكطاع الخاص وقالبا رسمي صادر عن وزارة العمل اليوم أن هذا القرار بيأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 والصادر أمس الأربعاء والذي نص في مدته الأولى على أن تكون الفترة من الثلاث الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وأكد بيان وزارة العدل على أن ذلك يأتي في إطار الحرس على توحيد مواعيد الأجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة ولما أمكن ذلك تحقيصا لغاية الاجتماعية والقومية من الأجازات الرسمية في العياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء ووزعت أيضا وزارة العامة المنشور بذلك على مدريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الأجازة بشركات القطاع الخاص وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك لا يرى الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي وأن يحفظ الله مصر وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات علينا جميعا بيات ذلك بعدما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تكون الفترة من يوم التلاتة الموافق 9 إبريل عام 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 من نفس الشهر أجازة رسمية مدفوعة الأجل للعملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع العمال وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك إذن مرة أخرى أعلن وزير العمل حسن شئته اليوم الخميس عن أنه اعتبارا من يوم التلاتة الموافق 9 إبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 إبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجل ومناسبة عيد الفطر المبارك وذلك للعملين بالقطاع الخاص المخطبين بأحيان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أن يحتسب يوم الأحد الموافق 14 إبريل 2024 من رصيد الإجازات السنوية للعملين في القطاع الخاص وقال بأن رسمي عن وزارة العمل النهاردة أن هذا القرار بيأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 الصادر أمس الأربعاء ولنصف مردته الأولى على أن تكون الفترة من يوم الثلات الموافق 9 إبريل لحد يوم الأحد 14 إبريل أجازة الاسمية مدفوعة الأجر للعملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإجارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أيضا وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك كل عام وحضراتكم بألف خير دي كانت تخطيتنا مع حضراتكم مشكركم على حسن المتابعة وإلى لقاء في تغطيات جديدة من شاشة تلفزيون اليوم السابع موسيقى